ما هو أحسن وقت تقرأ فيه؟ هذا من بين أكثر الأسئلة اللي جاءوني واللي داخلين في الجدول الزمني كل شي كيسبوه على كيفاش يصوي بواحد الجدول الزمني للقراية فهذا الفيديو هدا غادي نقشو في هاد الموضوع اللي تطرح عليا بزاف الانستغرام لونغ غادي ننضرو عليه اللي مشتاركش في القناة تشتارك فيها باش يبقى وصلك هاد الفيديوهات وهاد الفيديو برعاية عرض الجيهوي accomplish! عرض الجيهوي مفتوح ذابة إلا عندك الجيهوي هدا العام أو لعندك شغتك حر علمي وبغي توجد الجيهوي هاد العرض سعاني بالمفاعك بك أم ربعة المواد الجيهوي كاملة في هذا العرض سنتشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة تستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك سوى عندك سيزيام وينبع حر علمي أم ربع حر علمي سيستفد من هذا العرض اللي يحب يتسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب ويجاوبك على طريقة تسجيل وكل شيء سنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال جيهوي صراحة اليوم سنخرج شوية على الإطار وسننهطر شوية على كيف حدث أنا كنت نخدم وكيف حدث الخدمة تكون مزيانة للإنسان يعني شنو الجدول الزمني اللي يقدر يدير نفعت معايا بزاف واحد المعلومة اللي ما عقلت شفين قريتها بالضبط ولا فين سمعتها ولا شفتها ولكن نفعت اللي هي أن الجهاز العصابي للإنسان كيرتاح من ليك يكون هو نعس وفي ذيك اللحظة بالضبط في ذوك الراحة ديال الجهاز العصابي ما فين كيتخزنه المعلومات وأحسن وقيته يستغل شيء واحد اللي بغي يحفظه هي ما بين 8 ديال الليل تل 11 ديال الليل يعني ثلاثة السواع اللي كتكون من 8 تل 11 ديال الليل يعني من مراتي تي نعس الإنسان والجهاز العصابي دياله كيخزن دوك المعلومات اللي خدا في ذيك الوقيتها بالنسبة للجدول الزماني أنا كنصح أن الناس تبازة على ربعات السواع في النهار ربعات السواع يعني كمرضودية حسب جميع المجالات ودراسات اللي ادارت في هذا الموضوع هذا كتحته واحد المفعول زوين من بعد واحد الوقيتها من بعد واحد المدة مش طويلة أي قصيلة ربعات السواع في النهار كافية لأي امتيحان في المغرب ولا في العالم هاد المعلومات قريبا من النهار عرفتها وان اخدم بها يعني ربعات السواع في النهار كافية كافية ومع الاستمرار يعني اكتر مدة ممكن انك تستمر فيها ويعني ما تملش يعني فش تدوز ربعات السواع ماشي هي فش تدوز تمنيها ولا عشرة كتمل ضغيها ربعات السواع ما كتخليكش تمل نهائيا فكتولي عندك واحد الاستمرارية في ذاك شي اللي كتدير ولا ذاك شي اللي كتحفظ ولا ذاك شي اللي كتفهم واحد القضية بغيت ننبه لها هي ان اي حاجة